قال مباشر لكل جمهور النادي الاهلي هو ليه اللاعبين بياخدوا بطولات داخل النادي الاهلي لسبب وحيد أسباب كتيرة جدا ولكن السبب الأول هو حضراتكم جمهور النادي الاهلي وصدقوني الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده أنا بقوله من قلبي أنا برضه كنت أنا آسف أن أنا بقول أنا كل شوى لكن أنا كنت من الجيل المحظوظ اللي حضر الجمهور في الملعب جمهور النادي الاهلي تحديدا في الملعب فلما أجي أتكلم مع الجمهور أنا عارف أنا بقول إيه أنا ببقى عارف أن أنا وأنا تعبان وعندي تعبان بنسبة فضلي 10-15% مثلا هم اللي قادر أجل بيهم في آخر 10 دقايق أو آخر ربع ساعة الجمهور لما كان بيندح علي وأنا على الخط كان العشر-15% دول والله العظيم 3 كانوا بيبقوا 70-80% مش هقول لكم مية في المية أو في أي مكان الان بيعملوا إيه بينتقدوا بيقول لك أنت عندك الغلط فيه كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا هل حضراتكم تتخيلوا أن محدش بيبص على هذه الأمور؟ بالعكس هو أنا كأدارة أو أنا كجهاز فني أو أنا كلاعبين عايز إيه غير أن أنا أرضي جمهوري الجمهور اللي له كل شيء جيد ولا حاجة يعني أنا لو واحد من الناس أنا عايز أرضي الجمهور مش عايز حاجة تاني فبالتالي رأي الجمهور مهم جدا ولكن هناك دي حاجة بقى داخلية هناك بعض الأمور اللي ما ينفعش تطلع على العلن محدش بيشوفها غير لما بتصدر وده الإدارات بتعمل كده وبيحصل داخلها كده فجمهوري الأهلي دائما بيكون الشريك الأول والرئيسي في كل نجاحات النادي دي مش كلمتي بالمناسبة دي كلمة كابتن محمود الخطيب في أي مكان وفي أي مؤتمر أو في أي مكان هو بيتكلم فيه الجمهور اللي من حقه يعبر عن زعله لكن وقت المساندة أول داعم للأهلي ولكل من يمثل النادي الأهلي على الحلوة والمرة معاه مش كلام والله العظيم تلاتة اللي أنا بقوله دا مش كلام ساعة موعيت على الكرة زي زي أي مشجع كنت دايما بنتظر لما بلعب كنت بلعب خارج النادي الأهلي كنت بنتظر مباريات النادي الأهلي عشان أشوف هو إيه العظمة دي وكيف يساند جمهور النادي الأهلي ويدعم فريقه في أصعب المواقف دايما كان النادي الأهلي بجمهوره بيعدي وبيكسب وبياخد بطولات بجمهوره طول ما الجمهور العظيم داعم ومساند حيفضل النادي الأهلي ياخد بطولات ويحقق إنجازات حتى لو لقدر الله خرجنا من هذه البطولة على الرغم معلش بنقصين حقولها كل شوية لأن الناس بتكتزق نص كلامي أو أقل من نص كلامي وبتاخد النص اللي هي عايزة وتمشي في الاتجاه اللي هي عايزة ولكن خليني أقول حتى لو كانت خسارة بطولة مش نهاية العالم ولكن بتكلم على البطولة اللي احنا فيها دي هذه البطولة تحديدا وهذه المباراة تحديدا سواء صعدنا أو لم نصعد سيكون هناك حساب لكل من قصر في حق النادي الأهلي فالنادي الأهلي على مر تاريخه مر بمواقف صعبة كتير وعدها الحمد لله عداها وكلها ونجح وكمل مسيرة النجاح وصدقوني طول ما حضراتكم ومهور النادي الأهلي واقف معنا دي حيفضل النادي الأهلي قوي افتكروا برضو مع سانداونز بالمناسبة في 2019 حدث ما حدث وهزم النادي الأهلي بنتيجة كبيرة من 2019 لغاية دلوقتي وصلنا كم مرة نهاية أفريقيا 20 21 22 23 وصلنا تقريبا نهاية أفريقيا خمس مرات فوزنا بالبطولة ثلاث مرات فوزنا بتالت العالم مرتين فمهما كانت التحديات ومهما كانت الظروف الاوة الاوة انك تقدر تقف وترجع مرة تانية والجمهور دايما في ظهر فريقه وبلغة الكرة كده لازم الدنيا تتلمه بسرعة ولازم نرجع ونكسب عمرك ما هتلاقي جمهور زي جمهور الأهلي في الدنيا دي كلها يزعل ويعاتب آه لكن دايما في ظهر فريقه داعم ومساند كبير وسيظل دائما جمهور النادي الأهلي بهذا الدعم والسند كلام اللي أنا بقوله ده مش بقوله للاستهلاك ولكن هذه هي الحقيقة عشان تصل لجميع اللاعبين اللاعبين اللي عندهم مباراة صعبة جدا جدا جدا